في التاسع من الشهر الجاري وبتغريدة على صفحتها الرسمية فتحت عضو لجنة النزاهة النيابية سروى عبدالواحد فتحت الباب على قضية فساد جديدة تضرب خطوط الربح والإنتاج في شركة أدوية سامراء عنوانها هذه المرة النفوذ والاستحواذ والاحتكار وبالفعل نشرت عبدالواحد الوثيقة التي تتعلق بعقود المطبوعات الخاصة بالشركة واستحواذ مكتب محدد على كافة العقود بينما أبرمت الشركة عقد شراكة مع شركة طباعة متخصصة ولم تلتزم ببنود العقد فما الذي يحدث في شركة أدوية سامراء وهل تلك المرة الأولى التي تكشف فيها قضية فساد وما أثر القضايا التي كشفتها النزاهة الاتحادية في سابق الأيام والشهور أم أن الأمر اكتفى عند حد كتابنا وكتابهم في حقيقة الأمر فإن القضية ليست الأولى من نوعها والتي تعصف بمصير شركة الأدوية التي تعتبر الأهم في البلاد ففي شهر آب من العام الماضي أعلنت النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق مدري الشركة الحالي والسابق والأسبق على خلفية ورود معلومات بوجود 416 موظفا بعضهم غير مدخلين بالنظام البصبانت الإلكترونية وتصرف لهم مبالغ مالية كرواتب من الخزينة العامة للدولة كذلك صفعة أخرى من قضايا الفساد لإدارة الشركة تمثلت بإعلان النزاهة الاتحادية في التاسع من تشرين الثاني من العام الماضي عن توقيف المدير العام للشركة بعملية فساد مالية مخاوف أهل الاختصاص بنهيار مبدأ صنع في العراق سيما في أروقة أهم مصانع البلاد الطبية والتي تظهر أهمية الإنتاج العراقي فبعد أن كانت الشركة تنتج حوالي 350 نوعا من الدواء تراجعت بحسب تقارير إلى 60 نوعا فقط يحدث هذا بفعل ملفات الفساد الجاثمة على صدر الشركة بسبب إدارتها كما تؤكد عبدالواحد في كتابها بالإضافة إلى تأكيد مصادر موثوقة بما يحدث من تراجع لأداء الشركة الإنتاجية ترجمة نانسي قنقر